أهلا بحضراتكم من جديد لأهمية الحدث والطبيعة التوقيت كان لابد أن نخرج على الشكل المألوف لمالك وكتابه لأن الحياة الحدث المهم جدا النهاردة في القاهرة نهائي بطولة العربية للكرة الطائرة وتتويج الآلي باللقب التامن لها الفرحة الكبيرة كانت لأساطير الصلاة والتتويج المستحق كان للناد الآلي بعد الفوز الكبير على شقيقه النصر البحريني عشان كده كبير الكرة الطائرة العربية الدكتور عبدالهادي الشبيب رئيس الاتحاد العربي ورئيس الاتحاد الكويتي ضيفا عزيزا علينا اليوم دكتور عبدالهادي أهلا بحضراتكم بس قبل ما الدكتور عبدالهادي يخش عايز أقولك معلومة أن الاتحاد العربي كان له رئيس لحد واحد لحد سنة اللي فاتت هو تاني رئيس مش كده؟ لا هو بلد المقر اللي كانت فيه موجودة يعني من سنة 75 هو قونش الاتحاد العربي سنة 75 فانتقل من أخواننا وأشقائنا في البحرين إلى دولة أخرى يعني هو من سنة 75 كان موجود المقر في دولة البحرين مملكة البحرين إلى دولة الكويت دكتور أهلا بحضرتك يعني هو انتقل العام الماضي إلى الكويت وده أول انتقال من دولة مش في الرئاسة ولكن المقر لا الرئاسة كان يعني يسبقني الأخ العزيز الشيخ علي بن محمد في عام أعتقد أنه 18 سنة يعني من 2004 على ما أظن يعني على حسب معلوماتي اللي موجودة دكتور أهلا بيك ونورت وشرفت مبدئيا مبروك على نجاح هذا التنظيم للبطولة العربية يا حبيبي يمكن أنت بديت الموضوع أستاذ إبراهيم أن أنا ممكن يكون ظرف استثنائي أو حالة مختلفة عندكم الفرنامج لأنك تستحق هذا صراحة شرف كبير شكرا وقبل كل شيء أنا أشكرك أستاذ مهندس عدلي وأشكر أستاذ إبراهيم شكرا على الاستضافة وقبل كل ذلك أشكر قناة الأهلي على استضافتنا اليوم والسماح أن يكون أخواننا ومتابعينا من الجمهور الأهلي ومن كافة المتابعين مهندس عدلي مهندس في الصفقات ما بيسيبش حد من غير ما يموضي للأهلي فأنا أعتقد قبل الحلقة بأتي خلاص سيكون موضي للأهلي والله إذا ما على الأهلي إحنا قابلين نكون صفقة يعني لا نملو بتمنو يا حبيبي أنا علاقتي بكرة طائرة والاتحاد العربي من نهاية السبعينات لأن كنت رئيس بعشة النادي الآلي في الأردن لما أقيمت في الأردن والأهلي رغم أن الشاركة كان لعب الدوليين موجودين مع المنتخب قدرنا نعمل فريق ستطاع أن يفوز بالبطولة في النهاية على الجيش العرائي هذا فكرة طائرة يعني واضح لها قواية مكان أنا قبل أدخل لايف فكنت تابع تقديمك للمباراة النهائية أنا عرفت أنه متابع جيد اللي يتكلم عن نقاط فنية النضارك كويس فكنت أعلم دكتور تبعت أنت البطولة من البداية طبعا تقييمك لها كمسؤول في البداية كذلك في رسائل شكر يجب أن توجه عبر برنامجكم المميز رسائل شكر توجه للقيادة السياسية في الجمهورية العربية المصرية وكذلك يجب أن أقدم رسالة شكر لدكتور أشرف صبحي على تواجده في التتويج وعلى متابعته وعلى جلوسه معنا وتلمس النقاط القصور المهمة وهذا دور القيادي في عملية الاهتمام في كل جوانب الفعاليات والأنشطة التي تهم الرياضة كذلك عندنا نقاط كثيرة مثل رسالة شكر كذلك إلى الاتحاد المصري بدل جهد كبير يعني أخواني ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري كذلك عمرو مخلوف حسن عابد استاذ هاني مذكور الأخوان كنت تواصلوا إياهم بشكل خلال الفترة لفاتت كون هذا الحدث هو الأول منذ تولينا ومع أخواني عضاء المكتب التنفيذي وعضاء مجلس الإدارة منذ تغيير المقر من بلد إلى بلد فكانت هذه أول بطولة الأصرار أن تقام هذه البطولة في جمهورية مصر لعدة أسباب وجلسنا للعلم يعني جلسنا الجلسات مطولة فكان التوجه العام أن تقام أولا لقدرة مصر وإمكانياتها الكبيرة سواء كانت على إمكانيات البشرية أو استضافة والخبرات والبطولات الكبيرة يعني نحن نتابع بشكل بشكل يومي تقريب من إقامة بطولات وأعتقد إذا ما أنا قلطان في هذه اللحظة إقامة بطولة هناك من ست إلى سبع بطولات مقامة على أرض مصر صحية فهناك خبرات كبيرة هناك قدرات فنية وإمكانيات هائلة وكذلك حكومة داعمة ووزير رياضة نشط كذلك وشعب محب للرياضة بشكل عام جدا فالحمد لله أنه كان الخيار وكذلك يعني من باب الصدف يعني كان عندنا لقاء أمس كان موعدنا أن نطلع ولكن كان عندنا اجتماع مكتب تنفيذي اجتماع مكتب تنفيذي مع أخواني مجلس الإدارة أي استمر الاجتماع المدة وللعلم يعني هذا هو سبب التأجيل يعني أنا كنت حط بالبالي أنه يبدأ الساعة ستة وينتهي الساعة عشرة ومعدنا 11 أعتقد يعني أي فحلنا بالضبط قعدنا خمس ساعات آه الأجندة مليانة الأجندة مليانة وكذلك مهندس عدلي كانت فيه توجه يعني أنت لما تتكلم عن برنامج انتخابات أو برنامج انتخابي وعرض نفسك للإخوان في الجمعية العمومية يجب أن يكون عملك موافق لهذا البرنامج وللأمانة يعني هذا الموضوع أنا عارف أنه فيه صعوبة كبيرة يعني فيه صعوبة كبيرة جدا يعني لأن غالبية الشعرات الانتخابية تختلف على أرض الواقع لصعوبة تطبيقها صراحة أنا ما ألو ما يحق فيه